شرح الأبيات أولا الأبيات من واحد وحتى أربعة كان لنبي الله سليمان عليه السلام حمامة ذات منزلة عظيمة عنده وكان يقربها في مجلسه وقد عملت لديه زمانا طويلا في إخلاص وأمانة واستقامة أراد يوما أن يرسلها إلى عماله بثلاث رسائل لتبلغهم سلامة فانطلقت ملبية الأمر لتوصل رسائله إلى عماله ممسكة هذه الرسائل تحت جناحيها وهي لا تعرف ما فيها من إحسان لها ثانيا الأبيات من خمسة وحتى الحادي عشر يوضح لنا الشاعر حماقة هذه الحمامة لأنها خانت الأمانة وأرادت فتح الرسائل لتعرف مضمونها فتحت الرسالة الأولى التي كانت موجهة إلى نائبه الذي يحكم رامه وجدت سليمان عليه السلام يطلب من عامله تاجا للحمامة تكريما لها ولمنزلتها أمرهم أن يكرموها طوال مدة زيارتها عند إقامتها ورحيلها عندما فتحت الرسالة الثانية فوجدت أن سليمان عليه السلام يأمر لها بحقول وحدائق واسعة تعيش فيها في أرض تهامة وبالرغم من فتحها للرسالتين إلا أنها لم تخجل ولم تستحي وأسرعت بفتح الرسالة الثالثة وفي الرسالة الثالثة وجدت سليمان يأمر بأن تكون لها الزعامة والسيادة على الطير جميعا ثالثا الأبيات من الثاني عشر وحتى السابع عشر عندما أدركت أنها أساءت الظن بنبي الله سليمان وأنها خانت الأمانة بفتحها للرسائل ندمت على ذلك ندما شديدا وعادت إلى سليمان عليه السلام وادعت كذبا أنها فقدت الرسائل بسبب تسرعها خوفا من طائر الباز ولكن نبي الله يعلم كذبها ويقول يكفي عقابا لها أنها صارت كاذبة وهو ذنب عظيم وكفاها أنها فقدت كرامتها وشرفها